بعد مرحلة طويلة من تجسيد خيارات أحادية واستحضار خطاب عقائدي لطالما ظل اليمنيون يحذرون من الدخول في نفقه ويبتعدون دوما عن ذكر تفاصيله عادت جماعة الحوثي لتغذية خطابها لكن هذه المرة عبر طرق جديدة مستخدمة فيها المناهج الدراسية لنقل أفكار وصفها تربويون بالتحريضية وذات المضمون الذي يحمل الشكل الطائفي التحريف والتعديل في محتوى الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلة الأساسية لاقى موجة استهجان واستنكار كبيرين في الأوساط المجتمعية ما دفع الجهات في كثير من المناطق المحررة إلى مصادرة ما تم طباعته من الكتب المناهج الدراسية التي طالها التعديل بحسب وزارة التربية شملت مواد اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية ولم تتوقف موجة الاستهجان من ذلك عند المجتمع اليمني فحسب بل أنها انتقلت إلى مستوى آخر حيث استنكر مكتب التربية العربي ما قامت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من تمويل طباعة كتب دراسية تشجع على استمرار العنف باليمن مكتب التربية العربي أوضح أن اليونسيف قامت بتمويل مطابع الكتب المدرسي في صنعاء لطباعة كتب بدون أن تخضع حتى لمراجعة تربوية هذا الصخط دفع أنتوني لينك المدير العام لمنظمة اليونسيف لمراجعة موقف المنظمة والتحقيق في مضمون ما صدر من الكتب الدراسية محاولة جديدة لطمس ثقافي وإحضار هوية تعليمية ظلت الأجيال تهرب طويلا من الوقوع في براكينها وتحريض آخر يقول عنه تربوي إنه سيسهم أكثر في تمزيق النسيج الاجتماعي اشتركوا في القناة